السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكل متابعين قناة مبخ ام البناة بعتذر جدا عن غيابة عنكم الفترة اللي فاتت بس الحقيقة انا كنت تعبنة جدا دعوات كلية بقى بالشفاء العاجل بس رجعت لكم الحمد لله وبقوة باول وصفة واول عزومة من عزومات رمضان عزومة بسيطة وسهلة جدا وفي منتهى الشياكة مش هتاخد منك وقت ابدا وبالمناسبة انا اسسنا بدء الفطار ده بعد الساعة ثلاثة ونص يعني بعد ملاصر ازن يلا بقى نشوف هنعمل الصفرة الشيك الحلوة دي ازاي بس ما تنسيش لايك وشير للفيديو ولو انت لسه جديدة على القناة ومش مشتركة انزل اشترك وفعلي الجلس انا مكسرها البلح ومجهزها وغسلته كويس جدا عشان بيكون مطرب هنزل عليه دلوقتي بمية مغلية علشان بس تساهل النواة يتشرب لان الوقت متأخر وقبل الفطار بشوية بضيف عليه اللبن انا محبش هضيف اللبن من الاول خالص بضيف اللبن في اخر قبل الفطار في حل على النار هضيف معلقتين اتنين كبار من السمنة البلدي او ربع كبان من الزيت هنعمل دلوقتي الخلطة بتاعت الرز اللي هنحش بالفراخ والرز كمان اللي هنحطه تحت الفراخ هنزل عليه ببصلتين اتنين كبار متقطعين قطعة صغيرة ممكن تعملي في الخطوة دي البصل اتحمري كويس وتعملي الرز البني زي الرز بتاع الحمام بس انا اللي هيكل عندي بيحب الرز الاصفر فان هعمل الرز اصفر انا نزلت بالكبت والاوانص وبعدين عود ارفة ورشى من الفلفل السود ومعلاقة كبيرة من الملح كل المأدية ضي الكيلو لربع من الرز البسمتي هبدأ اقلق كويس جدا لحد ما البصل يدبل شوية هضيف بعد لقتي الكركم زي ما قالت لك humans هعمل الرز اصفر معلاقة كبيرة من الكركم لكل كيلو لربع من الرز اا كويسة جدا ومنازمة مبيكونش اصفر اوي زيادة عن اللازم ولا بيكون فاتح جدا زيادة عن اللازم بيكون مزبوط اوي الرز مخصول كويس جدا ومش منقوع هنزل بالرز بتاعي على البهارات والبصل وهقلب تقلبتين وازبط اللون بتاعي بالكركم انا كنت ضفت تقريبا نص معلقة ودي نص معلقة تانية هبدأ اقلب كويس قوي وهنا اللون بتاعي كان زبط بقى تمام قوي هنزل بشراكة من الماء المغلية بس مش كتير يدوب بس الرز يتسقسق كده علشان ابدر ااخد الرز اللي هحشي به الفراخ الرز اللي هاخده للفراخ اللي بيكون فيه الكبد والاونس عشان احشيها جوه الفراخ انا هنا اخدت الكمية اللي هحشي بها الفراخ اه وضفتي بقى على الباقي ماء مغلية واسيبه لحد ما يتشرب ويستوي الفراخ بتاعتي بلدي تربية بيتي مخصولة كويس جدا ومنقوع ومتنظفة وتمام جدا وكمان انا خليه ما بين الجلد والعلم اه علشان احشيها زي الحمام اه بصوا بقى انا بعمل الخلطة دي لما كنا انا عايزة نقع الفراخ اه لما كنا انا ما اعتعاش كويس قوي لفترة طويلة اه وكان اكونها احشيها فبجيب مية بصل ورشة من الفلفل اللي اسو عليها رشة من الارفة اه وبخسل بيها الفراخ جدا من جوة من البطن ومن برا اه من الجلد من برا يعني تقريبا انا بخسل بيها الفراخ كويس جدا بتشيل اي رحة زفورة وخصوصا مع الفراخ اللي هتتحشي او البط اللي هتتحشي ده لو انت مستعجلة دي في حالة الطورق وانت مستعجلة ومحتاجة الفراخ بتاعتك تبقى مصبوطة او عندي جيش وقت وجيح عليك الضيوف فجأة وحابة تعملي ايه فراخ محشية اه ومن اعطيهاش كويس او ولسه شرياها الخلطة دي هتنجز معاك وفضل طبعا لو تنقعيها فهيها فترة طويلة اه دي الخلطة اللي انا شلتها للفراخ هو المفروض تسيبيها تبرد بس احنا نشتغل فيها على طول عشان بس الوقت بتاعنا ما يسرقناش هابدأ اخد الفراخ وحشي من بطنها من جوة واحاول انها الكبد والاوانس هحشيها جوة بطن الفراخ من جوة يعني مش تحت الجلد ما تحاوليش تملل بطن الفراخ من جوة قوي علشان اللي الروز بيقمسيه كويس تقدري طبعا تحشي الفراخ رز مصري عادي بس انا بصراحة لان ما بيكون عزومة بحب يكون حاجة يعني ايه تستاهل بجد حاجة تشرف يعني فهستخدم رز البسماتي عادي وهو كيلو اللي ربع عامل معيه ما شاء الله يعني طبق رز كبير جدا تحت الفراخ وكمان الفراخ تحشت وبقت تمام هابدأ اقفل الرجلين بتاع الفراخ ده زي ما بنعمل مع الحمام بالزبط علشان ما نخرجش الرز وعلى فكرة الفراخ البلدي بتكون ايه يعني اضمان يشف شوية عن الفراخ البيضة فمش هتطقطع معاكي بسهولة آآ تقدري طبعا تحشي الفراخ دي آآ يعني تعملي فراخ بيضة بدل الفراخ البلدي تمام تمام كده الفراخ اتقفلت هابدأ احشي من تحت الجلد بما بين الجلد واللحم تقدري تحشي من هنا او من هنا زي ما تحبي انا احشيها وخلصها وبعدين ارجع لكم انا جهزت الفراخ وخلصتها وحشتها انا بحب احشي الفراخ قبل ما تتبلها علشان انت لو تتبلتيها وبعدين رجعت حشتيها هتبهدل الدنيا والدنيا هتبوص معاك فالافضل انك تحشي الفراخ وتجهزيها ويدوب تبقى جهزة على التدبيلة ممكن تعمليها كده قبلها بيوم وتحطيها في التدبيلة آآ يعني بتحطها بالتدبيلة من بالليل وبعدين تجي تسويها الصبح بس اهم حاجة تكون اتحشي التدبيلة بتاعتي عبارة عن ربع كوباية من السياسوس ومعلقة من الملح ورشة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من خلط تفاح ومعلقة صغيرة من البابركة ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ هقلب التدبيلة دي كويس جدا مع بعضها تدبيلة بسيطة وصهلة جدا وبتدي لون حلو اوي الفراخ تقدر ادي في زبادي بس ما يكونش مع السياسوس لانها هيفتح للون بتاعه وكأنك انت محطتش سياسوس اصلا الفراخ تمام تقدر يحط الزبادي تقدر يتحطي آآ اي بهارات تحبيها آآ بس انا هكتفي بدول عشان انا مش عايزي حاجة تغير طعم الفراخ هبدأ ان انا تاب الفراخ كويس اوي وهتلاحظوا انه ان التدبيلة نفسها مدية لون حلو جدا للفراخ فتخيلوا بقى لما ستيوها هيكون شكلها عامل ازاي كده الفراخ بتاعتي جاهزة وتمام جدا انا هسويها في الكيس الحراري علشان ما داخدش وقت في التسوية انا اخدت بالزبط معايا ساعة آآ بس انا هالم الاجناحة كده على الفراخ زي ما حضراتكم شايفين بخلة من بتاعة الاسنان آآ هبدأ اضم الجناح كده على السدر بتاع الفرخة بيكون شكله حلو في التقديم وميكونش مهرجل وشكله مبهدل دا كيس حراري مقاس كبير لارش حطي في رشة من الديق كده هعفره بديق علشان بس الفراخ ما تلزقش فيه الكيس دا بيكافي في فراختين اتنين وممكن يكافي بطة كبيرة حجم كبير جدا وممكن يكافي دي كرومي كمان على فكرة هبدأ اقفل الكيس الحراري بالتقفيلة اللي بتيجي معايا في بيجي كده يعني اللي هي البتاعة دي بتقفل انا مش عارف اسمها ايه بصراحة بس هي بتقفل كواس جدا للكيس الحراري وهبدأ اخرامه بسكين رفيع علشان يخرج البخار الزيادة اللي فيه هو في الفرن انا هدخل الفراخ في الفرن على اعلى درجة حرارة من تحت ومن فوق بتكون مهديا من الفوق عشان ياخدش لون مرة واحدة من غير ما تستوي وتتحرق معاكي على ما بدلوقتي احضر العصاج او اللحمة المعصاجة للازانيا وللبوريك اه تلات معالق كبار من الزيت هنزل باللحمة المفرومة دول كيلو لحمة مفرومة اه ونزلت عليها بتلات بصلات كبار متقطعين بتادي طعم حلو جدا للحمة وبتقطر الكمية وخصوصا لو بصل ابيض من المسكر ده بيخلي اللحمة طعمها حلو هبهر اللحمة بالفلفل الاسود والملح معلقة من الملح ورشة من الفلفل الاسود تقدر يضيفي بهارات لحمة بس انا مش هحط بهارات لحمة انا بحب طعم اللحمة كده اه دول تلات معالق كبار من صلصة الطماطم هقلب كويس واسبها لحد ما تستوي وواعدين اه اسبها تبر وبالمناسبة اللحمة اساسها ما كانتش مفرومة انا فرماها في الكبة والحقيقة الفرما بتاعها ما كانتش تمام ابدا وكانت اللحمة خشنة بس انا حاولت على قد ما اقدر ان انا خليها نعمة خالص انا جبت الصينية ودهنتها كويس بالزيت هابدأ دلوقتي اعمل البوريك التركي او الجلاش باللحمة المفرومة زي ما احنا بنسميه هاخد ورقتين من الجلاش اه وابدأ تهنون كويس بالزيت واخد شوية من اللحمة زي ما حضراتكم شايفين تقدر تستبدلي حشوة اللحمة المفرومة بحشوة الفراخ او الجبنة زي ما بتحبي هلف اللحمة بتاعتي مع الجلاش الرول كده زي ما حضراتكم شايفين مع الضغطة عليها وانا بالف علشان ما تفكش يفضل لو هتاخدي ورقتين ورقتين هيكون حجمه كويس قوي وفي نفس الوقت مش هيكون رؤية او اللحمة بتاعته كتير انا لفت كل الرولات بتاعتي بنفس الطريقة هحطها رصها في الصينية بس انا لو الصينية بتاعت كانت صغيرة زي الصينية بتاعتي هتبدأ يتحوشي الاطراف اللي هي اللي ما فيش فيها حشوة علشان البورك يبقى مصبوط معاك هبدأ اقطعه كده قبل ما دخله الفرن ودي خطوة اساسية ومهمة جدا لانك لو انت عملت ساوتيه وبعدين اقطعتيه بعد ما اطلعين الفرن الشكله هيتبهدلو يبقى وحش جدا وهيبقى مهري بالفرشة اللي انا كنت بدهين بيها هادم نوشه كويس جدا من الزيت طبعا تقداري تعملي في الخطوة دي زيت او سمنة او زبدا اللي بتحبيه بس انا بفضل الزيت بدي ارمشها وبيدي لونه لمعا حلوة جدا للجلاش هبدأ اعمل لوقتي التشريبة بتاعته بيضة صغيرة وهضربها كويس بالشوكة وهنزل عليها بربع كوباية من الحليب ورشة من الفلفل الاسود عشان الزفارة تمام جدا هشرب الجلاش بالتشريبة اللي احنا عملناها قبل ما ادخله الفرن وبعدين هدخله جنب الفراخ على حد ما ياخد لونه ويكمل تسويته هو ما بياخدش كتير وبجرد مسا ما ياخد لون حلو كده وبعدين بطلعه هبدأ دلوقتي يحضر البشاميل بتاع اللازانيا انا هستخدم البشاميل الجاهز على طول عشان بس اوفر الوقت شوية كيس من البشاميل الجاهز على كيل لتر من الحليب بيتقلب على البارد وبعدين بتحطيه على النار لحد ما القوم يتقل آآ البشاميل بتاع اللازانيا بيكون خفيف ما بيكونش تقيل زي الماكرون البشاميل وطبعا ما تنسيش تحط عليه رشة من الملح علشان الملح يكون مزبوط هنا البشاميل زي ما حضرتكم شايفين القوم بتاعه خفيف مش تقيل خالص لان اللازانيا بتكون طرية فمحتاجين اي تشريبة او اي سوائل فيها علشان تسويها كويس الصينية بتاعتي هبدأ ان انا حط اول طبقة من البشاميل وافردها كويس هتلاحظوا من القوم بتاع البشاميل زي ما حضرتكم شايفين خفيف كده ده اللي هيساعد الماكرون انها تستوي كويس لان الماكرونة ريسة طرية مش مسلوقة احط اول طبقة من الماكرونة تزبطي بقى الحجم بتاعها على حسب الصينية بتاعتك وممكن تقصري عادي ازا ما انت تحبي براحتك بعدين هحط تانية اه طبقة من الصلصة بتاعت التماطم ممكن تستغني عنها بس ايه بصراحة بتدي طعم ولون حلو جدا اللازانيا طبقة من البشاميل تاني هام حاجة يكون طبقة الماكرونة اللي هتحطيها ما بين طبقتين اتنين بشاميل عشان تستوي كويس جدا عشان اللازانيا ما تبقاش نية من جو هنزل دلوقتي بطبقة من اللحمة المفرومة مش لازم تكون طبقة مليانة قوي ممكن تكون اه طبقة صغيرة جدا من اللحمة علشان حنا نعمل لسه كزا طبقة واللحمة تكفين تمام بعد اللحمة هنزل بقى بشوية من الجبن دي جبنة مدزرلة اه ودي مكس الجبن بقى رومي على شدر على برمجان اه يعني اي جبن انت بتحبيه طبقة من البشاميلة تانية قبل الماكرونة زي ما اتفقنا هنزل بقى بشرايح الماكرونة اه دي الماكرونة المالكة على فكرة اه لازانية الكيس او العلبة دي تقريبا بعشرين جنيه اه طبقة من الصلصة وبرضو طبقة من البشاميل وهكرر نفس العملية على على كل الطبقات لحد ما خلص كل الكمية اللي معي تمام اشتركوا في القناة دي بقى اخر طبقا حطيت البشاميل ووزعته كويس جدا هحطي بقى عليه مكس الجبن والجبنة المدزرلة اه نيجي بقى لطريقة التسوية انا بدخلها الفرن على دورة حرارة مية وتمانين اه بتقعد من عشرين دقيقة لخمسة وعشرين دقيقة لاني تقريبا كل المكونات ناية الماكرونة بتاعتي ناية مع ده اللحمة اللي بيكون مستوية اه الحرارة بتكون من تحت بس ما يتكونش من فوق علشان ما تبقاش ناية من جوة وتكون اخدت لوم مبر الفراغ بتاعتي بعد ما طلعتها لما اعطاها بالفرشة كده بلمع من الزيت وده البوريك تحفة اتمنى فيديو انه هنا رضا يكون عجبكم استنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة مبخ ام البنات الاميرة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته